السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى انا عاجل من وزارة تربية التعليم بشأن امتحانات السنوية العامة ايه الجديد يا ترى في الفيديو ده هنعرف هتدخل بالكتاب ولا مش هتدخل به وتاني حاجة هتعرف هتامتحان الالكتروني ولا مرأي ده اخر كلام وصل من وزارة تربية التعليم تحانات السنوية العامة بالتابلت والكتاب والمراجع بالاجهزة اللوحية ايه اللي حصل وزارة تربية التعليم بقى الدكتور طرق شاوي اكدت ان الامتحانات السنوية تعقد الالكترونيا في المدارس بلجان مؤمنة ويستخدم الطالب فيها التابلت ويستعاني الطالب السنوية امتحان بالكتاب والمصادر والمراجع الموجودة على التابلت موضح كمان من المقر ان تنطلق الاختبارات ان شاء الله في 4 يوليو وشددت الوزارة للنظام الالكتروني السنة دي قائم كما هو دون الغاء رغم اللي كله وما زلت وما زلت بقول احتمال كبير جدا تبقى وارك وسيتم اجراء امتحان الشهر السنوية العامة الالكترونية على التابلت داخل اللي جان المدارس ويستطقص اسئلة الامتحانات ووفق النظام التقييم الجديد نوادج التعلم اللي هو الطلاب اللي هو التعليم عن بعده وفي نفس الوقت الفهم مش الحفظ واكد الوزارة دي اول سنة تعقل امتحان الالكترونية لتالت سنة وعلى التابلت لدى الطلاب واكد لها مجال لحلوس اي اعطال ان شاء الله في امتحانات الالكترونية وتنتهز الوزارة كل الضوابط والاجراءات هي المشكلة هنا بقى ايه اللي يحصل لو فعلا حدث اي مشكلة في التابلت او حدث اي مشكلة في السيستم دي برضو مشكلة هل هيكون فيه بديل ورقي وهلكون فيه مساحة للكلام ده لازم الدكتور طارق يطلع يفاهمنا الليلة دي كلها ماشية ازاي عشان كده كل طالب لديه تابلت لازم يمتحن الالكتروني اهو لازم يمتحن الالكتروني تاخذ الوزارة كلها تفت الضوابط والاجراءات لاتمكن كل الطالب لديه تابلت من ده الاختبار بشكل جيد دون اي مشكلة ده كلام الوزارة وكلام رئيس الوزارة فاحنا هنتظر نشوف الكلام ده هل هيتم التضحية بولدنا هل هيتم اختبار ولادنا هل هيتم تجارب في ولادنا احنا عاوزين يكون لجان مؤمنة الالكتروني ورقي يكون مؤمن حفاظا على ولادنا وفي نفس الوقت سواء كورونا سواء مستقبلهم لان دي سنة مصيرية ده كان اخر كلام جماعة من التعليم امتحن سنة العامة بالتابلت والكتاب مع بعض زمقال والمراجعة من الجزء اللوحية بس وكان قال الكتاب ما تكتبش فيه هنشوف الكلام ده كله ده اكيد لغاية الوقت الى الان الى الان لسه القرار الرسمي بعد العيد هنعرف الدكتور طارق ايطلع يقول ايه نتمنى الدكتور طارق يخف مناهجهم شوية يخف للسنوال العامة ويخف للتالت اعدادي لان المناهج طويلة جدا كل سنية واندو طيبين كان معكم موسى مريز مؤسس اجيال اندلس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك ترجمة نانسي قنقر شكرا